الطبيعي انك عندك بي سي او لابتوب وحدة التخزين بتكون متوصلة بيه بشكل مباشر على البورد مع باقي الكطع الاساسية محدش فينا بيرسك ان يحطه او برامج اساسية بيشتغل عليها على وحدة تخزين خارجية سواء او اس اس دي بس ممكن يبقى اس اس دي وهقولك ممكن ليه طبعا انت بتعمل السيناريو الاول ده عشان تقدر توصل للداتا بتاعتك في الوقت اللي انت قاعد فيه على الكمبيوتر ايا كان هو ايه وايا كانت الداتا دي هي ايه مش هتبقى بتدور على الهارد اللي عليه مش عارف انه داتا او الهارد ده عليه داتا معينة بس مش هي دي اللي انا عاوزها فالعملية الاولانية بتكون اسرع لان كده كده وحدة التخزين متوصلة على البورد توصيل مباشر البورد هي اللي بتربط ما بين وقت التخزين وباقي مكونات الجهاز بتاعها ظهور الهاردات الإكسترنال خلا فيه نوع من انواع الاحتفاظ بالداتا بعيدا على الاستخدام المتواصل كنوع من انواع الباكاف او التنقل بالداتا من مكان لمكان عدد كبير جدا ولمستخدمين شايفا ان موضوع التنقل من الداتا او اهم شيء في الهاردات الإكسترنال سهولة الحركة اللي بتقدمها الهاردات الاكسترنال وانها بلاجا بلايه انك مش محتاج تفصل الجهاز عشان تواصل هارد تاخد من عليه داتا او تاخد من الجهاز داتا ليه انت هنا مش محتاج اي تعريف ممكن طبعا واحد يقول لي تم انا استخدم الكلاود اقوله الكلاود حل كويس جدا زيه بالزبط زي الهاردات الاكسترنال وعملي بس بيتطلب منك اتصال دائم بشبكة الانترنت فلو ما فيش انترنت ما فيش داتا طبعا القاعدة الاساسية في الهارد وير ان مع مدول الوقت ومتعدد الاستخدامات الداتا بتكبر وحجمها بيكبر فبنبقى محتاجين لتقرأ وتكتب الداتا على طول وفي وقتها وبسرعة جدا وده دور الاس اس دي اللي بنيته مختلفة تماما عن الاتش دي دي والبنية المختلفة هي اساس السرعة بتاعته فظهر الاس اس دي الانترنال باكتر من شكل لمنافذ التوصيل فيه الساتا والساتا اكسبريس فيه الام دلتو ساتا وفيه الام دلتو بي سي اي اكسبريس وفيه اليو دلتو وفيه البي سي اي اكسبريس فيه تنوع كبير جدا في منافذ التوصيل زي ما الهاردات هي كمان ليها منافذ توصيل بس اسهلهم واكترهم استخداما هو الساتا اهم فرق بتقدموا المنافس دي كلها انها بتقدم سرعات اعلى زي ما ممكن تشوف ايه اللي حصل في الساتا الساتا سرعاته محدودة جدا اخره رقم معين يقدر يوصل ليه اللي هو 600 ميجا بايت في سرعة القرية والكتابة وما بيقدرش يقدم ارقام اعلى من كده شوية وشركات الاس اس دي تتدايق وتزرق شركات الموتربورد عايزين نطلع بحاجة جديدة فيطلع بحاجة اسمها الساتا اكسبريسو المفترض ان هو اسرع من الساتا العادي بس للأسف الشركات مدعمتش الموضوع ده البورد كان موجود في عدد كبير جدا بالبورد ممكن نقول كلها لكن هاردات او اس اس دي الموضوع كان قليل جدا عشان كده ابتدت الشركات تفكر في بورد تاني ما يكونش عنده مشكلة مع السرعة والبورد ده هو الام دوتو الام دوتو حاليا هو اهم بورد في اي مادر بورد تلاقيها سواء من انتل او من ايم دي من اعلى تشيب ست لأقل تشيب ست الشركات المصنعة للاس اس دي كلها بلا استثناء بتدعم المنفس ده سواء بيعتمد على خطوط الساتا اللي ما بتقدمش اختلاف كتير في السرعة عن الساتا التقليدي او معتمد على خطوط الPCI Xpress 3 بسرعة X2 او X4 فزي ما انت شايف كل واحد ليه السرعة بتاعته وطبعا ليه السعر بتاعه نفس الموضوع في الـ USB في الـ USB 1 و 2 و 3 و 3.1 و 3.2 الصح دلوقتي ان احنا نقول ان بقى USB 1 و 2 و 3 بقى 3.1 في منه Gen 1 وجين 2 الفرق ان Gen 1 بينقل بسرعة نقل 5 جيجابت في الثانية الواحدة في حين ان Gen 2 بينقل بسرعة نقل توصل لـ 10 جيجابت في الثانية الواحدة ويمكن السبب في سرعات الـ USB انه يفتح الباب لما يعرف بالـ External SSD لان كده كده الـ SSD ما عندوش مشكلة في السرعة اللي بيحكمه هو الـ Port اللي متوصل عليه وخليني اقولك ازاي بعد ما تبص على فارد تجارب في السيناريو الجديد من Hive Vision الـ SSD ده متاح منه نسخة تبدأ من 120 جيجا مروراً بـ 240 جيجا وحتى 480 جيجا كاقصى مساحة لي ثلاث نسخ بيشتركوا في حاجات مهمة ولها ان ضمانه 3 سنين سرعة الإراية واحدة في الثلاثة وهي 450 ميجا بايت في الثانية الواحدة لكن سرعة الكتابة مختلفة من نسخة للتانية وكل ما زادت المساحة كل ما زادت سرعة الكتابة فالنسخة اللي معانا اللي هي بمساحة 120 جيجا بايت بتقدم على حسب كلام Hive Vision سرعة الكتابة توصل لـ 340 ميجا بايت في الثانية طبعاً غالباً السرعة اللي بتتكلم فيها Hive Vision دي هي سرعة الناند فلاش لان على برنامج Crystal Disk Mark واحد من اهم البرامج اللي بنعتمد عليها في تجربة الـ SSD وعلى مساحة فايل 32 جيجا حقق سرعة نقل توصل لـ 258 ميجا بايت في القراية وسرعة الكتابة توصل لـ 23 ميجا بايت ويرجع السبب تاني عزيز المشاهد زي ما قلت قبل كده في البرت اللي هم استخدموه نسخ الـ SSD من Hive Vision معتمدة في التوصيل على بورت USB 3.1 Gen 1 حتى وإن كان المنفذ اللي المفروض بيتوصل فيه هو USB Type-C ده مش معناه انه قادر على النقل بسرعة 10 جيجا بايت ودي الحاجة الوحيدة اللي من رأيي العقبة الوحيدة قدام الـ SSD اكسترنا فإنه يحجم سرعة الـ SSD واعتقد بإن كان من الأحسن لو الشركة هتوفره بـ USB 3.1 Gen 2 يمكن الميزة اللي مغفره لك الـ SSD إنه هو ببرت USB Type-C إنك تقدر تجيب كيبل USB Type-C من الناحيتين وتوصله في الموبايل ديريك لإن غالبية الموبايلات الأندرويد دلوقتي بقى فيها Type-C فأنت مش هتكون عندك مشكلة مع المساحة الداخلية للتليفون المهم إن السرعة دي مش بتطالق لكن السرعة دي ممكن نستغلها في حاجة أهم بما إنها أساساً أسرع من الـ HDD الـ external والـ internal الطبيعي إن أي حاجة من الأفضل لك إنك تشغلها على الـ internal storage خصوصاً لو ألعاب برامج تقيرة زي Adobe Premiere Photoshop أوتوكاد مثلاً لإن البرامج دي لحد كبير هي أكتر البرامج اللي بتحتاج سرعات كتابة وإراءة عالية جداً فالسؤال هنا لو نقلت ألعاب على الـ external SSD هتشتغل عادي جداً كأنها على الـ internal HDD أو حتى أسرع الحقيقة أنا جربت الموضوع ده في واحدة من أكتر الألعاب المعروفة في إنها بتتأثر بسرعة الـ SSD وهي Witcher 3 على الـ internal HDD بسرعة دوران 5400 لفة في الدقيقة اللعبة حملت في حوالي 42 سنين قلت أجرب الـ external بنفس السرعة حمل في حوالي 45 سنين أما على الـ SSD external من High Vision فاللعبة حملت في 24 سنين المفاجأة إن اللعبة لما حطتها على SSD internal معتمد على الـ SSD في التوسيل حققت تفسي النتيجة اللي هي 24 سنين يعني لما كنا بنقول من فترة إنك دايماً تشغل الألعاب على الـ hard الأسرع أو بلاش تجرب لعبة وهي على USB flash drive أو على external HDD مش معنى كده إنها مش هتشتغل للقصد إنها هتكون بطيئة في التحميل وسرعة الحصول على الـ data هتكون بطيئة بالتالي هيحصل ما يعرف بالـ hitching لهو عدم اكتمالي السين بسبب إن اللعبة مش قادرة تجيب data لمشهد معين لكن كل المشاكل دي أو كل المعتقدات دي بيحلها الـ SSD سواء internal أو external لأن على حسب النتائج سرعة التحميل للعبة كانت واحدة وتول فترة تجربة لعبة Witcher 3 ما كانش فيه أي نوع من أنواع التقطيع أو الـ hitching في الأخير الـ SSD internal أو external هو حل ممتاز جدا الـ SSD external بقى شيء متواجد وسهل إنك تلجأ له في أي وقت أي نعم لازال في مشكلة في الـ SSD عمتها من حيث إنه سعره غالي شوية مقارنة بالمساحة القليلة لكن الموضوع ده بيتحل مع الوقت يمكن اللي ممكن ياخد شوية وقت من شركاته مصنعة للـ SSD عشان تتحل هي معضلة الـ TBW أو total terabytes written لكن لو بصيت على SSD external من High Vision مثلا هتلاقي إن شكله ألطف بكتير من الهاردات الإكسترنال وحجمه أصغر بكتير من أي هارد إكسترنال ممكن تلاقيه والأهم من ده كله إن وزنه يعتبر ولا حاجة أنت حرفيا مش هتكون ملاحظ توجده في إيدك بسبب وزنه ولا بيوصل لـ 36.5 جرام يعني زي ما قلت قبل كده في حلقة فاتت إنك ممكن تعتبر الـ SSD الإكسترنال فلاشة حجمها أكبر وأسرع وأبعادها أكبر شوية من الطبيعة بس خلينا نبص للجانب المشرق إنك تقدر تشغل من عليه ألعاب وبنفس سرعة الـ SSD الإنترنال يمكن لو كان فيه option للشركة إنها تستخدم interface USB 3.1 جيل 2 كانت السرعة هتكون أسرع لكن الـ port الحالي أو الـ SSD في وضعه الحالي محسسنيش إن فيه فرق كبير بين الإنترنال والإكسترنال على حسب النتائج وعلى حسب التجربة يجيلك إشعار بيها لما تعمل سبسكرايب لقناة عرب هاردويب ولايك لو حلقتنا عجبتك ورأيك تحت في التعليقات والحد ما ييجي معادي الحلقة الجاية تقدر تروح تتفرج على الحلقات اللي فاتت مشوفكم في الحلقة الجاية